السلام عليكم شركة سامسونج أعلنت عن موبايل اقتصادي جديد ومش أفضل حاجة في الفئة السعرية بتاعته في موبايل تاني أفضل منه والموبايل دوة اللي هنتكلم عليه هو موبايل سامسونج جالكسي 12 اللي المواصفاته يعني فيها بعض الهاجات الكويسة وبعض الهاجات المش كويسة بسأله ندى تفاصيله أو هتنسى تشارك في القناة وادفع الزر الجرس ولو عندك أي سؤال سبولي في التعليقات وأنا بإذن الله هرد عليك ومغير ما أطول عليكم تعالوا ندى في مدى الحلقة أول حاجة هنبدأ بيها كالعادة يهاكل وخامات تصنيع الموبايل الموبايل هيجي بتول 164 ملي متر وعرض 76 ملي متر وصمك 9 ملي متر وبوازنة في حدود 205 جرام وظهر الموبايل هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك مع وجود أربع كاميرات خلفية وفلاش في ظهر الموبايل والبصمة هنا بتيجي في زر الطاقة وبيدعم تركيب شرحت النط الصون من نوع نانو مع دعم شبكات الجيل الثاني والثالث والربعة وبيدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5 وبنسبة لصوت الموبايل الخارجي فالموبايل هنا هيجي بصوت عادي أو حادي مش استيريو وبنسبة للشاشة فالشاشة هنا تيجي من نوع TFT بمساحة 6.5 بوصة بدقة 720 في 1560 بيكسل بأبعاد 19.5 بكسفة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة وبنسبة لعنى مصفات الشاشة دي فهي شاشة رضيئة جدا علشان نوع الشاشة مش كويس ودقة الشاشة قليلة وبرضو كسفة بيكسلات قليلة شوية ومش أفضل حاجة في الفئة السعرية بتاعته أما بقى منسبة للريام الزاقرة فالموبايل هيجي 3 نسخ النسخة الأولى 32 جيجا مع 3 جيجا رام والنسخة الثانية 64 جيجا مع 4 جيجا رام والنسخة الثلثة 128 جيجا مع 6 جيجا رام وبدعم تركيب بطاعة خزين خارجية تصل 256 جيجا والنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ممتازة جدا أما بقى عن نظام التشغيل والأداء فالموبايل هنا هيجي بنظام تشغيل أندرويد 10 مع معالج ميديا تيك هيريو بي 35 بتردد يصل لـ 2.3 جيجا هيرتز مع معالج رسومي باور في ار جي اي 83 عشرين وبنسبة لأداء المعالج دوت فحب أقولك يعني إن أداءه كويس جدا قصص سعر الموبايل مقبول يعني أداءه أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل هنا هيجي باربع كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 والكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 وهي كاميرا ألترويد بتصور بزوية 115 درجة والكاميرا الثالثة والربعة بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 واحدة منهم مقر وواحدة سنسور وبيجي معهم فلاش الـ ED وبيدعمه تقنية البانوراما والـ HDR ويقدر يصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 تر في السنية أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فالموبايل هنا هيجيب كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 تر في السنية وبنسبة لأداء وجوطة الكاميرات ديت فمتوقع يعني أن تديك أداء مقبول مش أقدر أقول لك أنه هيكون أفضل حاجة في الفئة السعرية بتاعته من حيث الكاميرات بس أداءه يكون مقبول يعني بس في الصغر الأماكن من خفضة الإضاءة مش هيكون كويس عشان فاتحة العدسة بتاعته ضيئة شوية وبنسبة لتكنياتي الثانية فالموبايل هنا هيدعم الواي فاي والبيلوتوز زيت أنه هيدعم الجي بي اس واستغنى على تكنية NFC ولسه مش أكيد هيدعم راديو ولا لا أما بقى بالنسبة للبطارية فالبطارية هنا تيجي بساعة 5000 ميلي أمبير من نوع اللي سمبر قبل الإزالة وبتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط مع شحن من نوع Type-C وبنسبة للبطارية ديت فحجمها ممتاز جدا هو مش أعلى حاجة بس كويس بس سرعة الشحن بتاعته بطيئة نسبيا أما بقى بالنسبة للألوان فالموبايل هنا هيجي بلون الأسود والأبيض والأزرق والأحمر وأخيرا سعر الموبايل الموبايل نزل بسعر 190 دولار يعني حوالي 3000 جن مصري و712 ريال سعودي و1730 درام مغربي و520 دولار تونسي و24000 دولار جزائري و225000 دولار عراقي كده أنا خلصت كل حاجة عن الموبايل وأنا شايف الموبايل دوت هو كويس بس مش أفضل حاجة في فئة السعرية عندك مثلا شاومي بوكو M3 أفضل منه في حاجات كتير زي مثلا التصميم أشيك منه ثاني حاجة الشاشة الشاشة في شاومي أفضل بكتير ثالث حاجة أفضل منه الكاميرات الكاميرات بتاعت شاومي متوقع يعني نتيديك أداء أحسن منه على حسب الأرقام بردو وبردو بطاريته أكبر مع صراحة شحنة أعلى شوية وبسعر أرخص كمان كده قلت رأييي وبستني كمان نشوف راك في التعليقات عنه بس قاعة تنسى تشترك في القناة وادفع على زر الجرس ولو عندك أي سؤال سبول في التعليقات وبإذن الله هرد عليك والسلام عليكم شكرا 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 شكرا